شهدت ثاني مواجهات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي لسباقات الهجن خلال الفترة الصباحية شهدت حضورا مميزا لهجن الرئاسة في الأشواط الرئيسية التي سجل فيها الشعار الأحمر العلامة الكاملة بعد الفوز بأربعة أشواط وبقيادة المضمر المجازف محمد عتيج بن زيتون لمهيري واستطاع الشعار الأحمر ومن خلال 16 شوطا الفوز في 13 شوطا شهدت خمسة منها الظهور الأول للمضمر سعيد بن مظفر العامري بعد فوزه في خمسة أشواط وتسجيل التوقيت الأفضل في الشوط السادس عشر مع شاهين الذي سجل زمن قدره ثماني دقائق وسبع وخمسون ثانية وسبعة أجزاء بالعشرة من الثانية